في هذا التسجيل سوف أحاول أن أعطيكم تصوراً حول معادلة ذات الحدين التوافقية لدينا فعلياً معاملات ثنائية في هذا كله لذا دعوني سوف أستخدم ألوان متعددة الألوان لن تكون عشوائية فقط لتعطيك تصور دعونا نقوم بضرب A دعونا نقوم بضرب A زائد B تكعيب هي A زائد B ضرب سوف أغير اللون هنا يجب أن يكون مفيداً ضرب A زائد B ضرب سوف أستخدم لون آخر مختلف ربما الأزرق ضرب A زائد B دعونا نطبق خاصية التوزيع هذا يساوي A A ضرب سوف أعود للون الأخضر A زائد B بلون أخضر مختلف يجب أن أتأكد من أنني أستخدم اللون الأخضر الصحيح لأن الألوان تسبب مشكلة في بعض الأحيان A زائد B هذا واضح ضرب ضرب A زائد B ثم كل هذا مضروب بـ A زائد B مرة أخرى A زائد B هذا صحيح دعونا نقوم بدرب هذا الجزء الداخلي سوف أحتفظ بالضرب خارجاً إذن سوف تكون A ضرب A باللون الأخضر وأنت تعلم أنها نفس الأ زائد يجب أن أكتب الزائد بلون محايد هذا جيد زائد A ضرب ربما تجد هذا واضحاً لكن سوف يصبح معقداً في النهاية A ضرب B ثم لدينا زائد B ضرب A B ضرب A زائد B باللون الأصفر ضرب B باللون الأخضر ثم كل هذا الشيء نحن تقريباً هناك كل هذا ضرب A زائد B ثم من الضرورة أن نقوم بدرب A باللون الأزرق هنا ضرب كل هذا الشيء زائد B باللون الأزرق ضرب كل هذا الشيء إذن دعونا نقوم بدرب A باللون الأزرق بكل هذا الشيء الحد الأول سوف يكون A باللون الأصفر A باللون الأخضر ثم A باللون الأزرق إذن سوف تكون A A A هذا لون أزرق مختلف زائد هذا ضرب A باللون الأزرق إذن A باللون الأصفر B باللون الأخضر ثم ثم A باللون الأزرق زائد B باللون الأصفر A باللون الأخضر A باللون الأزرق B A A نحن تقريبا هناك زائد B باللون الأصفر ضرب B باللون الأخضر ضرب A باللون الأزرق لقد انتهينا من كل A باللون الأزرق ضرب A باللون الأزرق الآن سوف أقوم بدرب B باللون الأزرق بكل شيء A باللون الأصفر ضرب A باللون الأخضر إذن A باللون الأصفر وA باللون الأخضر ضرب B باللون الأزرق أعلم أن هذا واضح ضرب B باللون الأزرق زائد A باللون الأصفر التصور لا يأتي بسهولة A باللون الأصفر إذن أنا في هذا الحد A باللون الأصفر وB باللون الأخضر وB باللون الأزرق الآن نحن في B باللون الأصفر الجيد في الألوان أنها تسهل عليك الحل وتجعلك تعلم أين أنت زائد B باللون الأصفر ضرب A ضرب A باللون الأخضر ضرب B باللون الأزرق ثم الآن ننتقل إلى الأخيرة زائد B باللون الأصفر وB باللون الأخضر ضرب B باللون الأزرق إذن هذا هو التوسع لـ A زائد B للقوة ثلاثة نحن لم نبسطها بشكل نهائي لكني قمت بهذا لسبب ما لأنك ترى أن كل حد هنا ماذا يحدث هنا كل حد له بالضبط واحد إنه من ثلاثة أرقام مضربة ببعضها إذن كل حد مكون من ثلاثة أرقام مضربة ببعضها الرقم باللون الأصفر جاء من الرقم الأول لهذه A زائد B الرقم باللون الأخضر أو الرقم المتوسط جاء من A زائد B المتوسط هنا والرقم باللون الأزرق جاء من هذه A زائد B ولقد رأيتموني وأنا أقوم بهذا لذا أتمنى أن تكون قد فهمت هذه النقطة لذا دعونا نفكر بشأن هذه الأزواج بطريقة مختلفة لإنشاء كل هذه الحدود في توسيع A زائد B للقوة الثلاثة نحن نأخذ A أو B من A باللون الأصفر زائد B نحن نختار A أو B نختار A هنا ونختار A هنا لقد قمت باختيار B هنا وB هنا وA هنا وA هنا وB ومن مجموعة A زائد B باللون الأخضر لقد أخذت أيضا A أو B ومن مجموعة A زائد B باللون الأزرق لقد أخذت أيضا A أو B أليس كذلك لذا إذا فكرنا بهذا التوسع لقد قمنا بعمل كل طريقة إذن لقد قمنا بعمل كل طريقة من اختيار ثلاثة أشياء مختلفة كل طريقة لاختيار A أو B من هذه الثلاثة حدود المختلفة وهذا ينتهي بهذه ما هذا الشيء؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حدود أليس كذلك؟ الآن دعوني أقوم بهذا دعوني أعطيكم تصور أكثر عن الذي يجري هنا أعتقد أنكم بدأتم تدركون لماذا يتعامل هذا الشيء مع التبادل والتوافيق بشكل خاص عندما نقوم بتبسيط هذا ماذا يحدث؟ هذه A للقوة الثلاثة أليس كذلك؟ هذه A للقوة الثلاثة الوحيدة هنا هذه A تربيع B أين A تربيع B الأخرى؟ دعونا نرى A تربيع B هذه أيضاً A تربيع B دعوني أكتب كل A تربيع B دعونا نرى كم لدينا من A تربيع B هنا سوف أكتب هذا بلون حيدي A تربيع B هذه A تربيع B هذه B A تربيع وهي نفسها A تربيع B أين A تربيع B الأخرى؟ هذه أيضاً A تربيع B وهي A درب A درب B إذن لدينا ثلاث طرق للحصول على A تربيع B لهذا قمنا بكتابة التوسع نحن نعلم المعامل في بدايته إنه 3 A تربيع B أليس كذلك؟ معامل الحد A تربيع B عندما أقوم بدربه خارجاً ولقد قمنا بهذا عدة مرات في نظرية ذات الحدين وكنا نأخذ القوة الثالثة إذن من أين جاءت هذه الثلاثة؟ ولماذا هذا نفس الشيء؟ كما تعلمنا تعريف نظرية ذات الحدين كما تعلمون أنه لا يحدث لمجرد أن يكون الحال هذا نفس الشيء مثل ثلاثة فوق اثنين درب A تربيع B حسناً أفكر بهذه الطريقة كما تعلمون إن كل حد هنا نحن نختار A أو B نختار A أو B من كل واحدة من هذه علينا أن نختار حد واحد من كل واحدة من هذه حسناً الطريقة التي يجب أن تفكر بها للحصول على A تربيع B A تربيع B يجب أن نقول كم عدد التوافيق وهذه الكلمة الجوهرية كم عدد التوافيق لدينا لدينا ثلاثة حدود A زائد B أنا أختار حد A أنا أختار حدين من A لأنه للحصول على A تربيع يجب أن نأخذ A مرتين أليس كذلك يجب أن أختار حدين اثنين من A خارج الثلاثة حدود مرتين أختار حد A إذن خارج الثلاث مرات أنا أختار اثنين ومن هنا جاء الثلاثة فوق اثنين من حد A تربيع B إذن يمكن القول بالنسبة لـ A B تربيع حسناً أنا أختار A مرة واحدة كم طريقة لتختار A مرة واحدة عندما أخذ من ثلاثة أشياء إذن من الممكن أن تكون ثلاثة فوق واحد هذا أيضاً نفس الشيء أو من الممكن أن يساوي يمكنك القول حسناً كم طريقة لاختيار B مرتين إذا كنت أقوم بالاختيار ثلاث مرات حسناً إذا كانت B تربيع سوف أختار B مرتين هذا سوف يكون ثلاثة فوق اثنين ضرب A B تربيع وإذا قمت بهذا خارجاً سوف تجد أن الحدين يكونان ثلاثة وهذا فعلياً لأن لدينا بعض التماثل هنا وكل التوافيق في الخارج أتمنى أن يكون قد أصبح لديكم تصور عندما تقوم بحل معادلة ذات حدين التي هي توسع لهذا دعوني أعيد كتابتها مرة أخرى كما تعلمون هذه أزائد B تكعيب إنها ثلاثة فوق صفر لأ تكعيب B للقوة صفر زائد ثلاثة فوق واحد لأ تربيع B زائد ثلاثة فوق اثنين لأ بي تربيع زائد ثلاثة فوق ثلاثة لأ للقوة صفر بي تكعيب إذن ماذا يخبرنا ذلك؟ ماذا تخبرنا ثلاثة فوق ثلاثة؟ كم طريقة لدينا إذا كنت أختار من ثلاثة أشياء مختلفة؟ كم طريقة بالضبط لاختيار ثلاثة بي؟ هذا كيف يمكنك مشاهدته؟ كم طريقة بالضبط لاختيار ثلاثة بي؟ أنا أيضا أختار A أو B يمكنكم القول أنها ذيل أو رأس أو كما تعلمون أو أحمر أو أسود أو أبيض لكنها أيضا A أو B كم طريقة لاختيار بي؟ ثلاث مرات من ثلاثة أشياء عندما تقدر هذا سوف تجد أن هذا يكون واحد هذا صحيح لأنها واحد بتكعيب وبنفس الطريقة يمكن أن نحل هذا كم طريقة لدينا عندما أختار من ثلاثة أشياء اخترت بالضبط صفر بي والتي هي ثلاثة فوق صفر كم طريقة بالضبط للحصول على صفر بي؟ حسنا وهذا بنفس الطريقة كم طريقة بالضبط لاختيار ثلاثة A؟ هذه أيضا واحد هناك طريقة واحدة للقيام بهذا وهذه الطريقة مرة أخرى هناك طريقة واحدة لحل هذا وهذه هي الطريقة هناك ثلاث طرق للحصول على A تربيع بي لدينا ثلاثة توافيق هناك ثلاث احتمالات حسنا إنها فعليا تبديل مميزة لكن كلها نفس التوافيق أليس كذلك؟ إذن لدينا الثلاثة التوافيق متطابقة لاختيار اثنين A وB وهذه هي هذه وهذه وهذه أتمنى أن لا أكون قد جعلتكم تتذمرون وأتمنى أن يكون هذا قد زودكم بتصور جيد لماذا نظرية ذات الحدين تتضمن التوافيق؟ أو حتى لماذا نحل على التوافيق عندما نقوم بتوسيع الحدود لقوة معينة؟ أتمنى أن أكون قد أعطيتكم تصور عميق لماذا يحدث هذا الشيء؟ أراكم في التسجيل القادم